في اللغة العربية للسنة الأولى التانوي الإعدادي الوحدة الخامسة النص القراءة الأول التنمية الشاملة لمصطفى الكثيري أولا عتبة القراءة صاحب النص هو مصطفى الكثيري من موالد مدينة الجديدة سنة 1941 اشتغل أستاذا جامعيا في العديد من الجامعات ومعاهد التعليم العالي وهو خبير ومستشار صندوق النقد الدولي والمركز الإفريقي للتكوين حاصل على الدكتورة في الاقتصاد مصدر النص النص مقتطف من عن مجلة المشروع العدد 4 1981 صفحة 152-154 نوعية النص عبارة عن مقالة ذات بعد تفسيري يبرز فيها الكاتب أهمية تنمية في الرقي بمستوعيش الأفراد وتحسين مستقبلهم مجال النص النص يندرج ضمن المجال الاقتصادي الاجتماعي ملاحظة معجرة النص العنوان يتركب نص من نعت ومنعوت حيث يتم نعت التنمية الشاملة بكونها تشمل كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف البشرية فرضية القراءة هذه تحدث كاتب على تحسين ظروف عيش الأفراد وإعادة إذماجهم في المجتمع ثالثا القراءة التوجيهية الشرح اللغوي التخلف هو الانحطاط والابتكار هو الاختراع والتجديد هنا عفوا التجديد والنامية وهي دول تتسم بمعيار منخفض لمستوى المعيشة الديمغرافي هو السكان التعميم هو جعل الشيء في مسناول الجميع والمدارك وهي القوى والقدرة العقلية المضمون العام توضيح الكاتب لأبرز أهداف التنمية الشاملة باعتبارها وسيلة في خدمة البشرية في شتى المجالات لتحسين ظروف العيش رابعا القراءة التحليلية المضامي الجزئية المضمون الأول إبراز الكاتب مفهوم التنمية وأهم ركائزها المادية والروحية والبشرية والمضمون الثاني تأكيد الكاتب لأهم ثلاث حقائق للتنمية المتمثلة في تأهيل الناس وتكوينهم وتعليمهم لإنارة مداركهم وتوسيع معارفهم أسالي بالنص هناك أسلوب التوكيد إن هذه التنمية ويجب أن تكون إلى آخره وأسلوب التفسير في مقدمتها لذلك إلى جانب أسلوب الاستدراك لكن هذه التجربة القيم المستخلصة من النص هناك قيمة واحدة ويقيمة حضارية مساهمة الأفراد لتحقيق التنمية الجاملة خامسا القراءة التوجيهية يبرز الكاتب أهم غايات التنمية الجاملة المتمثلة في تحسين ظروف العيش والتعلم وكذلك ضرورة تحكم في النمو الديمغرافي من أجل تنمية المجتمع هكذا انتهى الدرس التنمية الجاملة نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته